السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنتعرف على قصة حب أنوار واجدي وليلة فوزي وازاي تم زوجهم بس من فضلكم يريد تدعم القناة بالاشتراك والضغط على رمز الجرس واللايم قالت ليلة فوزي في أحد اللقاءات التلفزيونية إن أنوار واجدي شافها في أول فيلم ليها وحبها وراح لولدها وطلبها للزوج لكنه رفض لأن صمعة أنوار واجدي ما كانت شيء كويسة خالص لأنه متعددة العلاقات النسائية وبعد كده هتزوج ليلة مراد ولكن بعد سنين طويلة تم الطلاق بينه وبين ليلة مراد وتقابل أنوار واجدي وليلة فوزي في فيلم خطف مراتي واستمر بتصريحه لحب وليها لكنها ما كانت شيء صدقاء بسبب سمعته وأصر على موقفه وحب وليها وقدر يقنعها إنه فعلا صادق وبيحبها وطلب منها تدي له فرصة علشان يثبت لها إنه جدير بيها وفعلا ارتبطت بيه وسافر هو لباريس لوحده وبعد عدة أيام سافرت وراه وتم الزواج هناك وقالت إنهما مضوا في أوروبا أربع شهور بين لندن وباريس وفيين ورجوا مصر وبعد تسعة شهور اتوفق أنوار واجدي بالكلة